السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة جدا بلقياكم كالعادة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا كدوزوا نهاية أسبوع سعيدة وموفقة اليوم غادي نشوفوا رغيفات بحشوة لديدة جدا غادي نعمرهم بالكروفات أو القيمرون وممكن تعودوه بأي نوع السمك بغيتو وممكن ديرو حتى السردين فتاة هوك يجي لديد جدا في هاد الوصفة وغادي نحضرهم بواحد العجين اللي رائع وغاي سهل علينا الخدمة بزافة عجين اللي كيتورق بكل سهولة فكنحصلوا على رغيفات اللي مورقين كيجيوا ورقة على ورقة خفاف ما فيهم شكثرة الدهون وفي نفس الوقت بحشوة لديدة جدا إلا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش تديروا لايك وإلا كنتوا ما زال ما اشتركتوش في القناة وعجبوكم الوصفات مرحبا بكم اشتركوا وما تنسوش تفاعلوا الجرس باش ما تفوتكم حتى وصفة يلا نشوفوا المقادير وطريقات تحضير غادي نبدأوا بتحضير العجين وكمية الدقيق كسبقة حسب عدد الأفراد أنا هنا خديت 400 جرام ديال الدقيق الأبيض أو الفورس معلقة كبيرة ديال حليب المجفف شوية ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات غادي نخلطوا هاد المكونات الجافة مع بعض ثم غادي نضيفوا بيضة واحدة فهاد البيضة كتعطيه وحد القرمشة زوينة بزاف العجين وغادي نجمعوا العجين بماء عادي مديال روبيني لأن الجو ما بقاش برد بزاف فإلا كان الجو برد بزاف ديروا المدافي كنضيفوا الماء بشوية بشوية حتى كنحصلوا على العجين يكون أرتب أنا هاد المرة غا نخلي العجين شوية مطلق كي ما كتشوفوا كيلسق شوية باليد غا ندلكوهم زيان وممكن تستعملوا العجينة الناس لي ما سيقدروش يدلكو بيديهم أو اللي بغاوا يستعملوا العجينة ندلكوهم زيان وغادي نوضعوه في بلاستيك غدائي ونخليه يرتاح واحد شوية من الساعة ولساعة على حسب الوقت اللي عندكم من بعد كنخرجوهم من البلاستيك الغدائي وكنقطعوه الكويرات الكويرات كتبقى الحجم على حسب حجم الرغيفات اللي بغيتوا أنا درتهم صغار وغادي نغطيوه ببلاستيك غدائي ونخليوه يرتاح مرة أخرى هاد المرة كدلك نص ساعة أو لا ساعة غير يتطلق لنا واحد شوية من بعد كناخدو النشا وكان بدون تلقوه هاد العجين بالدلاك غنطلقوهم غير واحد شوية هو الدلاك ما غاديش نورقو به غادي نورقو به دينا ولكن هاد العملية كتعاوننا أن العجين يكون سهل جدا في التوريق فهو كيتطلق بكل سهولة ما كحتاش أننا نخليوه وقت كتير باش يتطلق فغادي نستمرو نطلقوه الكويرات اللي عندنا كلهم نرشو النشا لأن العجين شوية كيلسق باش ما يلسقوش لنا غنحطوه وحدة فوق وحدة كنديرو ثلاثة أو لاربعا دي القطاع وحدة فوق وحدة كيما كتشوفو من بعد كنغطيوهم ببلاستيك غدائي ونخليوهم هاد المرة يرتاحو من ساعة حتى الساعة ونص ونمشي ونحضرو الحشوة للحشوة أنا خديت هنا جوج بصلات مقطعين نسكيلو دي الكروفات أو القيمرون أو الكيمية اللي عندكم خليت ربعا دي الحبات مقشرتهم شل التزيين وغادي نحتاجو شوية دي الجبن محكوك قزبر مقطع وثلاثة دي القطاع دي الجبن مربعين أو متلتين هادو كيبقوا اختياريين إلا بغيتوا تضيفوهم وغادي نحتاجو شوية دي الهريسة كذلك اختيارية بالنسبة الناس اللي تيبغيوا الحار وبالنسبة التوابل غنستعملوا غير شوية دي الملحاء والبزار جوج فصوص ديال تومة وطريف ديال الحامض مصيار مقطع كناخدو مقلات نديرو فيها شوية ديال الزيت وكننزلو فيها البصل وكنوضعوه فوق النار كنبقا ونقلبوه كيما كتشوفو كنخليوه يتشحر حتي دبال بعد ما يدبال البصل كنضيفو الكروفات أو القيمرون الحامض مصيار تومة محكوكة في حكاكة رقيقة والملحة والبزار وغادي نضيفوه ايضا الهريسة حسب الدوق فالهريسة ايضا كتنكه لنا هاد الحشوة وكتخليها الديدة يعني كتبرز المداقات اكتر وغادي نضيفوه ايضا القزبر مقطع نخلطو هاد المكونات ونخليو الكروفات فوق النار ما نفوتوش ليه جوج دقايق باش كيبقالي نفتي لان فواكه البحر الى طيبناها بزيف فكتجينا قاسحة يعني ما كتبقاش طرية وفتية كنخليوه نقلبوه كيما كتشوفو جوج دقايق من بعد كنزيدو القطع ديالجبن سوفيو كانت فيو النار يعني هاد الجبن غادي يدوب غير في سخونية اللي في المقلات فكنبدوه ندوبو الجبن كيما كتشوفو فبفعل حرارة غادي يدوب نخلطوه مزيان حتى تندمج هاد المكونات مع الجبن وغادي نخليو الحوشوة ديالنا تبرد مزيان من بعد غادي نضيفو لها الجبن محكوك وسمحو لي يا انا كانت الكاميرا واقفة ما رديتش البال فهنا انا ضفت الجبن وكنخلطو كيما كتشوفو كانخلطو كل شي سوفيو غادي نبداو مباشرة عفوا غادي نبداو مباشرة نحضرو الرغيفة ديالنا انا غا نورق غير بالزيت ممكن نديرو خليط ما بين زبداو الزيت كاندهنو سطح العمل فين غا نخدمو وكاناخدو اول قطعة ديال العجين اللي حضرنا هي اللي كانبدو بها كاندهنوها بالزيت من جهتي ينبجوج وكانبدو نجبدو بهالطريقة يعني ما كانحتاجوش نورقو بالطريقة تقليدية اللي كانورقو بها المسمن فهالطريقة سهلة بزيف فكيما كتشوفو العجين مرتاح فكي تورق معنا بكل سهولة ولا تقطع واحد شوية معليش لانا غا نطويو هاد العجين على 4 كانبقاو نجبدو كيما كتشوفو بشوية بشوية حتى كانتلقو العجين مزيان كيولي سطح العمل كيبان فكانحصلو على العجين اللي رائع جدا غير جربو هالطريقة ان شاء الله تعجبكم ولا بغيتو تقطعو للجوانب ممكن انكم تقطعوهم لانهم كيبقوا شوية غلط انا هاد المرة غنخليهم وغادي نديرو واحد رشخ في فاديل الزيت غير واحد شوية كيما كتشوفو كاندهنو لوجه ديال العجين بكمية قليلة باش ميجيناش لمسمن او رغيفات ميد من وتقال سفيو كنطويو على ربعة بالطريقة العادية اللي كنحضرو بها رغيف عملية سهلة وكنحطوها جانبان وكندوزو القطعات تانية ديال العجين بنفس الطريقة غنورقو المسمن ديالنا حتى نكملو كلو بها الطريقة شوفو العجين كيتيجي رائع جدا هو كيتقطع واحد شوية لاني خليت العجين شوية مطلوق غير ما يتقطعش لكم بزاف وممكن تقطعو هادوك الجوانيب بقطع ديالبيتزا كنرشو شوية ديال الزيت كيميا قليلة فقط سفيو كنطويو على ربعة بها الطريقة فرا سهلو هاد طريقة التحضير ما كتاخدش وقت كتير كنستمرو حتى نكملو العجين اللي عندنا كلو ثم كناخدو اول قطع اللي حضرنا كنبسطوها غير واحد شوية كندهنو يدينا بالزيت وكنبسطوها غير واحد شوية لانا كيماشفتو العجين مورق ما محتش اننا نعودو نورقوه وكنحطو كيميا ديال الحشوة في وسط العجين وكنجمعو هاد كل زاويتين متقابلتين كنديروه وحدة على وحدة كيما كتشوفو ونحاولو ان الحشوة ما تبقاش تبان واذا بقاشت الحشوة كتبان كنحاولو اننا نغطيوها سفيو كنضغطوه في الوسط كيما كتشوفو هادهو شكل ديالها وكنحطو مباشرة في الصفيحة اللي غد دخول الفرن انا فرشت البابي كويسون في الصفيحة وكندوزو نشوفو مسمنا وحدة اخرى كنطلقوها كذلك غير واحد شوية وكنحطو الحشوة في الوسط وكنجمعو الجوانب كنديرو هاد الزاوية مع هادي وحدة فوق وحدة وهادي الزاوية مع الزاوية اللي مقابلها وحدة فوق وحدة الى بقات الحشوة كتبان كنحاولو اننا نغطيوها سفيو كنضغطوه في الوسط وكنحطو فلاطة ديال الفران نستمرو بهالطريقة حتنكملو هادهو شكل ديالهم من بعد كناخدو حبات ديال زيتون تاخدو زيتون كحل او زيتون خضر اللي بغيتو اللي موجود عندكم وكنتبتوهم في الوسط كنضغطو في الوسط ديال الرغيفة كيما كتشوفو فكتعطيهم واحد شكل جميل جدا من بعد كناخدو اسفر بيضاء كنخلطوهم عشوية ديال لسوسو جان طربوهم مزيان وكندهنو رغيفات ديالنا الى ما كانش عندكم لسوسو جان ممكن تعاودو بالحليب السائل او بشوية ديال الخل قطرات ديال الخل كانعاودو انتبتو الحبات ديال زيتون من بعد كندخلوهم الفران ديكون سخون مزيان على درجة حرارة اللي ما تكونش عالية حتى كيطيبو يتحمرو ونخرجوهم وللاشارة فانا طيبتهم غير فورن غازي وكيجيوني بزاف ديال اسئلة على طريقة جميد فبعد ما كيطيبو ويبردو كندخلوهم المجمد بلي كنحتاجوهم كنخرجوهم نحطوهم في تلاجة حتى كيطلقو واحد شوية من بعد كنسخنو الفران مزيان وكندخلوهم على نار مهيلة حتى كيسخنو فكيوليوا بحل يالله طيبناهم يعني ما كينش فرق نهائيا وهذا هو شكل نهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة